بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا ما زلنا نغرق في أنوار القرآن الكريم عشان ننجو ننجو عشان نحس بأن احنا في نعم الله سبحانه وتعالى اللي من أجل نعمه سبحانه وتعالى أنه أنزل إلينا القرآن الكريم ليهدينا إلى الصراط المستقيم الصراط المستقيم في كل مجالات حياتنا احنا شوفنا إزاي القرآن الكريم دهانا إلى الصراط المستقيم في مجال زوتنا فبنى زوتنا بناء ليس بعده بناء ثم بنى أسرنا برقي ونور وبركة فخلى الأسرة مش بس تبقى مكان خلى الأسرة لها مكانة مقدسة في قلوب الناس كلها وكمان انتقل إلى العمل فخلى العمل يملح حياتنا أمل ويملح حياتنا كمان عبادة ثم انتقلنا وختمنا مبارح الكلام عن العلاقات عشان تبقى العلاقات قيمة إضافية في حياتنا وتبتعد عن كل طريق مسموم أو طريق عب وتتحول العلاقات إلى جنة من جنان الله سبحانه وتعالى في الأرض وبعد كده هيبدأ القرآن بقى معنا رحلة في مجال تاني مجاله هو من أحب المجالات اللي عندنا بس المجال ده اتملى باللغط واتملى بالمشكلات هيجي بقى القرآن بنوره عشان يخلي الظلمة دي نور ويخلي كمان الوجع ده والكسر ده كمان جبر ويخليه كمان تقدم ورقي تعالوا نشوف القرآن الكريم هياخدنا في رحلة ويبني فينا ايه في المجال الجديد اللي احنا فيه المجال الجديد اللي يبنيه فينا هو مجال المستقبل المستقبل ده عند كتير من الناس بيشوفوه إنه مليان بالضغوط وإحنا في الفترة دي مع الضغوط المختلفة اللي بنمر ببيئة في الوقت ده زادت آفة في عصرنا بشكل ملحوظ وهي زيادة الخوف من المستقبل نقف شوية ليه زيادة الخوف من المستقبل؟ ناس كتير عندهم المستقبل بيساوي المجهول وناس كتير بيساوي المستقبل بيساوي الفشل وناس كتير بيساوي المستقبل عندها إن الضغوط هتزداد 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 وكل دي أشكال من تساورات عن المستقبل نشأت في غياب من نور القرآن الكريم وعشان كده اللي بنمر بيه من أشكال متعددة زي الخوف من ضيق الرزق والخوف من الفوت والخوف كمان من الفشل والخوف من الفقد والخوف من الوحدة والخوف من المستقبل للعلاقة الزوجية زي مثلا أن العلاقة ممكن يحصل فيها خيانة أن يحصل فيها تغير مع المرض كل ده حتى الخوف من المرض كل دي بتخلي المستقبل عندنا غابة وسعاد بيخليها عالم الظلام حتى أن بعض العلماء علماء النفس بدأوا يرصدوا ويتكلموا عن حاجة اسمها الكورونوفوبيا كورونوفوبيا دات بيكلموا عن حاجة تتعلق بالخوف من مرور الوقت وهو نوع من أنواع الاضطرابات القلق اللي بتعوق الإنسان أن يعيش ويستمتع بحياته حاجة كده عاملة زي بالزبط زي الحاجة اللي بتسرق العمر وبتسممه وتخلي عمره بيلا معنى وبتأسع على الحياة العملية للإنسان وتأسع على علاقتها بين شغالات وبالخوف من الأشياء اللي بيكره يبقى السؤال اللي لازم نسأله ليه بنخاف من المستقبل بعضنا هيقول عشان أنا معرفش بكرة هيحصل فيه إيه هتكون أوضاعي إزاي هكون في تقدم هكون في تأخر هكون في أمنة هكون في خوف هكون قادر أقاف في أزمات الحياة ولا مش هقدر بخاف عشان بكرة مجهول وأصبحت النقاشات بقى بين الناس ومغرّع السوشيال ميديا بتكرس فينا أن الخوف هيفضل ماشي ورانا وبيتسع وبقدر ما أنت بتخاف من بكرة وهمومك بقدر ما أنت إنسان وقاعي لا أنت كده مش إنسان وقاعي على فكرة دي مش وقاعية يا عباد الله ده وقوع في أوحال النفس الأمر بالسوق هنيجي بقى نمشي النهاردة ونشوف القرآن إزاي بينور لنا مستقبلنا ولعل حاجة غريبة قوي إن الآية دي تيجي في سورة اسمها سورة العنكبوت وكأنه وهي الآية 62 وكأن الآية بتقول لنا حاجة مهمة جدا جدا لما نسمع كلام ربنا وربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا وكأنه بيطمننا على مستقبلنا ويقول لنا الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم إيه ده؟ ده الآية على طول راحت خبطة في وهم إيه؟ إن المستقبل ده والظلمة والله بكل شيء عليم وراحت خبطة كمان في مسألة إن إيه؟ في مسألة إن الدنيا ديئة طب كده المستقبل يبقى شكله إيه؟ لا ده المستقبل شكله إيه؟ في بسط بسط يعني إيه؟ يعني وسع وسع يعني إيه؟ مع التمهيد كلمة البسط معناه إن هي بتديلك معنين معنى إن ده حاجة وسعة وممهدة الله يبسط الرزق يبقى الله سبحانه وتعالى مهد لك المستقبل وإيه؟ ووسع وكأن ربنا بيقولك عبد قال له سيده أنه بكل شيء عليم وأنه يكفي وأنه يبسط ره الرزق ويقدر بما يصلح حاله وأخبره أنه مهد له كل شيء ألم نجعل الأرض مهادة؟ وطمأنه أن رزقه محفوظ حتى ولو ذهب إلى مكان بعيد يختفي فيه جاءه رزقه ليصل إليه رغما عنه حتى قال صلى الله عليه وآله وسلم لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجله وقال له سيده عشان يطمئن وفي السماء رزقكم وما توعدون فليه بيخاف؟ بيخافن إيه؟ بيخافن الأقدار اللي أعده له الله اللطيف بعباده بيخافن الأقدار دي طب تعالوا بقى نتعرف على الأقدار بدل إحنا فاهمين يا سادة أن القدر ده كتاب المفاجآت غير الصر لا تعالوا نعرف القدر بالبعنى الصحيح ليه إذا كان القدر ده بيتعامل مع المستقبل تعالوا نتعرف على القدر وتعريفه الصحيح القدر ده يا سادة هو كتابه ألطاف الله كتب بمداد من ود الله إيه ده؟ يعني القدر ده كتب الألطاف آه الله لطيف بعبادي كتب بمداد من ود الله سبحانه وتعالى لأن الله سبحانه وتعالى طمأن العباد وفي السماء رزقكم وما توعدون فأنت يا سيدي عبد مدبر لك الله سبحانه وتعالى أجل نعم لله سبحانه وتعالى وأجل نعم الله علينا أجل نعم الله علينا مطلقا هي نعمة التدبير إن الله سبحانه وتعالى يدبر لك عارف يعني إيه ربنا يدبر لك يعني يا سادة الله يحب لك ويجعل هناك لك حبا خفيا فحياتنا ليست بنا حياتنا دي مش بتكون بنا إحنا بحركتنا ولا بتصرفاتنا واحد يقوله طيب بالأحداث ولا حياتك كمان بأحداث حياتك تدبير الله هو الحياة والذي يجعلك تشعر بالأمان هو أن الله سبحانه وتعالى يدبر لك واحد ربنا بيدبره في المستقبله خايف من إيه؟ مرعوب من إيه؟ ده أنت مستقبلك آخر وسع وآخر تمهيد لأن مستقبلك مبسوط بعلم العليم أنت لما بتفكر بعيد عن الله سبحانه وتعالى بتشوف الدنيا شيء عظيم فيه مخاطر شيء مهول والمخاطر جايك من كل حتة والأيام والليالي تأتي بالأحداث الصعبة الجسام وإنت مش قادر تواجهها مين اللي قالك كده؟ مين قالك أن أنت بتواجه كل ده أصلا؟ أنت لا تواجه شيء أن أنت عبد وسيدك سبحانه وتعالى هو الذي يحمل عنك كل شيء سمعت ربنا وبيقولك ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبح أنت إنسان محمول محمول عنك وإيه اللي حاصل؟ أنت بتعيش الحياة عشان تعيش مع الله مش أنك أنت أنت اللي بتدبر حياتك حياتك مدبرة لك وعشان كده أسوأ حاجة بتعملها النفس الأمارة بالسوق لما تخوف الإنسان أنه تبعده عن مخزونه من النور مخزونه من النور من القيم اللي جواه وتخليه صارع الحياة عشان يقدر يجيب له متعيش وعشان يقدر يعيش وكأنه بياخد الحياة غصبا عن الناس وعن المستقبل وعن الأحداث وتخليه يعيش صراع فمستقبله يبقى حلبة مسارعة وساعات تبقى غابة وساعات تبقى دنيا مليانة ظلام مليانة بالشكوك اللي هي بتخليه يسيء الظن بالله سبحانه وتعالى ويعيش بسوق الظن ده عشان يحمي نفسه من مخاوف موهومة ووسواس مش موجود ويتوسوس حتى في عبادته ويتوسوس في الصحة ويتوسوس في كل اللي حواليه فيستهلك ويعيش في حياة مهلكة لكن اليقين من حسن تدبير الله واليقين من أن المستقبل متسع وواسع وممهد لك هو مفتاح أمان القلوب فأماني مش أن حياتي تكون تحت سيطرتي أماني أن حياتي تكون تحت تدبير الله تحت تدبير من يستحالي وهو أعلم بي مني فما ظنكم برب العالمين يبقى حسن الظن برب العالمين هو دات اللي بيخليني أعيش وأقول بشكل واضح وأقول إن الثقة بالله تنير بصيرة المحب فيشهد جمال التدبير السابق لإيجادي ويذوق حلاوة الرعاية المستمرة في إمدادي آه والله وعشان تعيش في أمان الله بحق يبقى تعيش بحقيقة أن الله قد مهد لك مستقبلك طب نعمل إيه بقى؟ أول حاجة هنعمل شوية حيات كده فيها تغييرات في طريقة تفكيرنا وفي طريقة حياتنا فكر دايما أنك في حضرة الله سبحانه وتعالى كل يوم الصبح وفي المساء خلي بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى خلوة تكلم ربنا فيها عن اللي فيك واللي أنت حسس به ولو عشر دائق وممكن تقول لما ولك سبحانه وتعالى يا سيدي عبدك وفقيرك يخشى من الأوهام وأنت الرب العلام وأنت الذي تجري الأحداث والأيام ولطفك يا ربنا ما ابتعد عني في لحظة ولا في يوم من الأيام فاجعلني يا رب في أمانك واجعل حياتي توما في سلام قول لربنا كده عشان حياتك تحس أن مستقبلك مأمون مضمون مستقبلك واسع وممهد الأمر الثاني اللي ممكن انت كمان يطيب بيه خطرك وتحس بقى مستعب بمستقبل أن انت تكتر من خدمة الناس فإن محاسن الأخلاق تنشر الأمان في القلوب مش بس محاسن الأخلاق عارف انت لما الواحد العاقل اللي هو زي ما قال حضرت النبي الكيس ومن دانا نفسه وعمل الإمام بعد الموت الإنسان الكيس لما يخدم الناس يقوله الرزق ده جاي منين إيه الساعة دي فيتأقن بأن الذي يوسع عليه وجعله يخدم الناس ويوسع على الناس أكيد هيخلي مستقبله أوسع بكتير لأن هالجزاء والإحسان إلا الإحسان تارت حاجة آه بقى دي مهمة إن انت تحسن لأهل بيتك بكلمة تفقد تقوله عامل يا حبيبي وتعمل الكلام ده ببسمة وفيها محبة وفيها حنان وفيها تأدير أو بحضن لابن أو بنت تحتاج إلى هذا الاحتضان عشان تطمن كل ما تحسن لأهلك بيتك يخليك تحس إن انت في أمان الله كل ما تعطي أمان لأولادك كل ما انت تحس بالأمان يا سادة المستقبل جميل ورائع لأن الله يستقبلنا يا سادة هنرجع نتكلم كمان على المستقبل الواسع الممهد ونكمان نستقبل أسئلتكم ولكن وانتوا في أمان ترجعوننا بسلام ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بن نامج والتي تعسروا اللي منترقى عليه أسئلتكم المباركة وتفضل جسر منير بيننا ومجالس العلم تفضل كمان تغبرنا بأنورها وإحنا كمان قلوبنا مشتاقة إن نذكر في الملأ الأعلى ويا رب جعل أسماءنا مذكورة كل المشاهدين وإحنا أسماءنا تذكر عندك يا رب العالمين في العالم الواسع المنير بفضلك يا رب العالمين النهاردة بدأنا مع المستقبل بدأنا النهاردة في الجزء الواحد وعشرين وإحنا بنتكلم عن حاجة مهمة جدا 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 وإحنا بنتكلم عن المستقبل المستقبل بجماله إيه ده مستقبل بجماله؟ ومستقبل مش مخيف إيه اللي يخوفه في المستقبل وفكرة الناس اللي بتهرب تروح عايزة ترجع مئة سنة وراء أو ترجع تتقدم مئة سنة قدام لأنها مش عايزة تعيش حياتها لا لا خالص الله سبحانه وتعالى يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم يعني ربنا حطك هنا بقدر بلطفه وجماله بعلمه بمحبته بوده وأن للأدر ده كتابه ألطاف الله كتب بمداد من ود الله فانت نازل في لطف ومليان حياتك بجمال فوع تطلب غير اللي سيدك أذن بيليك وإلا هتعيش في غير راح ولذلك إلا حاصل المستقبل مستقبلك معلوم ممهد معلوم من مين من العليم سبحانه وتعالى وممهد من مين من الله فلذلك الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر له يبقى إلا حاصل يبقى أنت لازم تغير بقى طريق تفكيرك تعالنا نشوفها نعمل إيه فكر نفسك دايما أنت في حضرة ربنا سبحانه وتعالى ويريد كل يوم الصبح وبالليل إيه اللي حاصل في الصباح وفي المساء تدخل في خلفة مع الله سبحانه وتعالى وتذكر نفسك أنت في حضرة مولاك ويريد تقول لي مولاك يا سيدي عبدك وفقيرك يخشى من الأوهام وأنت الرب العلام وأنت الذي تجري الأحداث والأيام ولطفك يا ربنا ما ابتعد عني في لحظة ولا في يوم من الأيام فاجعني يا ربنا في أمانك واجعل حياتي دوما في سلام يا سلام ما تنزل على قلبك برضا وسلام دي من المجربات اللي بتخلي القلوب تطيب وينفتح قدامها لمستقبل وتعرف أن الله العلام عالم كل شيء عن مستقبلي فأنا مرتاح لعلم لي الحاجة التانية يا سلام لو تخدم الناس اللي حواليك عشان تحس أن أنت عندك فائض من الخير وأن المستقبل ممهد وما تقلقش ويا سلام لو توصل بقى للإحسان لأهل بيتك فتحسن ليهم بكلمة حلوة وبتفقد فتحس أن أنت خلتهم في أمان وفتحس أن مستقبلك لما احتوتهم أنت كمان الله سبحانه وتعالى عيوسع عليك ومستقبلك ده مدبر وممهد لك وما تخافش وما تقلقش تعالوا نبدأ بقى رحلة مع المستقبل ومع الجمال مع أسئلة حضراتكم ونبتدي بقى أول سؤال معانا السيد محمد من المينيا عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورح تلو أبركاتكم طيب يا شيخ طيب يا سيدي ربنا حفاظكم يا سيدي كنت عايز أتفضل بقى سألك على السؤال اتفضل يا غالي كنت من أربع سنين كده عملت حادثة ووحد فينا توفطة يعني خبطت وحد يتوفطة وكان أهل كنا عايزين فلوس وكانوا عايزين مبلغ تفاوضنا وبعد كده فعطلوا حوال 35 ألف جنيه بس فإيه هل عليك قصرة تاني هل عليك شيوهم قال عليك أطعام انت دلوقتي تفوضت على ما يتعلق بالدية تمام هل اسمعنا طيب بس هل دوت كان قتل خطأ يعني قتل خطأ قتل خطأ اسمعنا طيب ومش كل حوادث العربية بتبقى قتل خطأ يعني انت دلوقتي اتكيفت على ان اتعملت محاضر والمحاضر دي خرجت او حصل قضاء او اي شيء ولا ده اتحصل بالتوافق بينكم ما قد في قضية كل حاجة بس تصالحنا يعني البناء العربية دي تصالحنا وتكتب في المحاضر ان ده قتل خطأ صحي كده اه ايو 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 وانت دفعت الامر ده انت لازم تصوم بقى تصوم شهرين قبل ومعا لو كتير عليك شهرين مثلا الدكتور لو قالك مش هتقدر تصوم الشهرين دول لو انت تابعين تطلع تطلع مكانهم اطعام عن كل يوم مسكين لا لا مش الدكتور الا وانا مثلا مش ادرى اصوم مثلا مش مسألة ان انت لازم يكون في معنى ان انت مش هتقدر تصوم لو انت شايف ان انت هتزمزق لكن لو هتقدر مثلا لو السيام ده هيأثر على عملك ومش هتقدر تشتغل لو السيام ده هيفصد صحتك لو السيام ده هيخليك مثلا انت عندك مرض فهيزوده لو السيام ده هيخليك تعيش بطريقة متزنة اه لكن لو انك انت قادر على ده وادت تعمل الكلام ده بس مستكتر شهرين تصوم ما هي دي اصلا معنى معنى كده عشان نعرف ايمة النفس الانسانية ما هي النفس الانسانية زالت فحنا لازم نعرف ايمتها مش بمجرد بس ان انت شعورك ان لا انا مش لا شهرين كتار علي الطريقة دي مش هي دي الطريقة اللي بنقولها لكن انت لو فعلا عندك سبب يخليك ما تقدرش تصوم اه خلاص واضح كده طيب يا سيد محمد الاستاذة فاطمة تتفضل السلام عليكم عليكم السلام ونحط له بركاته انا بقى عن العيش من حضرتك يعني انا بصلي العيشة بصلي بعدها السنة وبعدها كنت بصلي قيام الليل بأبل رمضان طيب طيب في رمضان بصلي العيشة والسنة وبعدها ترويح طيب كنت عايز اعرف بقى الفرق ما بين طوص الترويح وقياد قيام الليل يعني هلو كلهم لازم اعملهم كلهم في يوم واحد ولا دي حاجة ودي حاجة طيب يا سيد طيب حاضر يا سيد احنا عندنا دايرة وسعة كده اسمها قيام الليل وفي عندنا صلوات في قيام الليل دي فقيام الليل منها كل صلاة في الليل اسمها قيام الليل كل صلاة نفل اقصد بيها ان انا احيي الليل ده واصلي فيه صلوات غير صلاة العشاء وصلاة سنة العشاء وكل ده حتى الوطر ممكن يبقى اسمه قيام الليل فكل الصلوات دي اسمها قيام الليل فمن ضمن الصلوات اللي بتصلى وهي جزء من قيام الليل صلاة الترويح اللي بيجتمع عليها المسلمين ويصلوا اللي جماعة اللي ابتدى هذا الأمر هذا السنة الحسنة سيدنا عمر وجماعهم على عشرين ركعة وجماعهم على سيدنا أبي بن كعب وبعد كده اللي حاصل فصلاة اللي احنا بنصليها 11 ركعة أو 20 ركعة ومع الوتر هي دي اسمها صلاة الترويح بيجي بعد كده فيه صلاة اسمها صلاة التهجد صلاة التهجد دي اللي بنصليها بعد النوم يعني ننام وبعد النقوم نصلي صلاة التهجد دي اللي بتكون في أواخر الليل وبيستحسن انها تكون في الثلث الأخير من الليل يبقى عندنا هو كل اللي بنصليه بعد صلاة العشاء ده اسمه قيام الليل فصلاة الترويح جزء من قيام الليل وصلاة التهجد كمان جزء من قيام الليل واللي انت فيمتيه ان هل الترويح من قيام الليل نعم هارة الترويح من قيام الليل نعم السيدة ممحمد من الشريعة تتفضل نعم بحضرتك بك يا شيخ نعم بيه نعم بفضل الحمد لله وحضرتك طيب وحضرتك على برنامج الجميل ده والله ربنا يحفظك وبرنا يزيدك نور وبركة يا ممحمد يا ربنا يحفظك يا رب تفضل يا سيدة ممحمد بص حضرتك أنا لها سؤال أولا أنا بصلي بكل أيها الكفرون في أغلب وقت هل أنا مش عارفة ده صح ولا غلط أجاب بالكتاب ده سؤال وبحضرت بيها على طول في الصلاة المغرب في الفارض هي وكله والله وقاحت كنت تمت إن هي كان الرسول عاسته السنة بيصلي بيها في المغرب وكانت السنة بتاعت الفاجر برضو عايز أتأكد من حضرتك في دي فيها طي ثاني حاجة اللهم يصلي على النبي إن أنا بصلي العيشة العيشة بالتراويح من المصحف ففي ناس قالت لي لأ أنت تطلق العيشة نفسها بأي سور بس ما تطلقهش من المصحف لكن تطلق التراويح هذا من المصحف طيب أنا أجاوب على حضرتك أنا أجاوب على حضرتك أنا أقولت أتأكد من حضرتك فيها سؤال أخير بقى ما عليش شي طولت على حضرتك دلوقتي أنا جوزي مدخل وبساعات بيحكم الوقت إن أنا أصلي جنبي وبشمي نفس ريحة السجال أو في نفس المكان في نفس الشعر أو في قدرة تاخلي بس بشمي ريحة السجال وأنا عارف أن السجال حرام قال ده صح ولا غلط طيب حاضر أجاوب على سؤال سيدة حضرتك شكرا لك بنا يبارك في حضرتك يقولي أيها الكافرون وبتصلي كمان بقوله والله وأحد وإنتي بتعمل كده دي صلاتك صحيحة أو صلاتك صحيح أنت بتقولي لأنك أنت عرفت أن رسول الله سلم السؤال بعده أن رسول الله سلم كان بيصلي في المغرب بقوله والله وأحد لا اللي ورد عن رسول الله سلم فيه خصوص الصلاة بقوله والله وأحد أن رجلا كان يداوم على الصلاة بقوله والله وأحد إلى سورة الإخلاص فوصل إلى رسول الله سلم فقال اسأله لماذا يداوم على الصلاة بها قال سفة الرحمن ورسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم أخبروه بأن الله يحب لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيصلي من الطوال في المغرب وفي العشاء فإذن يبقى عندنا هنا ده اللي ورد عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد كده أنت بتقول لي أني بتصلي من المصحف صلاة العشاء وصلاة الترويح الأفضل أننا لا نصلي صلاة العشاء من المصحف ونصلي بما عندنا من القرآن ونصلي الترويح لأن ورد على سالم مولى سيد عشاء كان يصلي بها من المصحف في صلاة الترويح قال إذا صليتي بالمصحف في صلاة العشاء على صلاتك تبطل وده المهم لا صلاتك مش هتبطل ولكن الأولى أن أنت عشان ما يبقاش فيه كثرة الحركة في أثناء الصلاة يبقى إذن صلاتك لو أنك أنت بتصلي بما تحفظين من القرآن في الصلاوات الجهرية فليس عليك شيء يعني لو فضرت تصلي بالكافرون وتصلي بكله والله وأحد صلاتك صحيحة ومقبولة دراج الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخبروه بأن الله يحبه وهو كان بيصلي بكله والله وأحد في كل الصلاوات لكن لا بأس أن أنت تحاول تحفظي بعض الصور كمان ولكن إذا مشيتي وصليتي كل الصلاوات بما تحفظ من القرآن صلاتك صحيحة وليس فيها أي شيء بالنسبة بالسؤال الأخير والسؤال الخاص بزوج حضرتك المدخن طبعا في حيث ما التدخين السلبي بس التدخين السلبي ده صاحبه ما بياخدش اسم عليه ولكن اللي بياخد اسم عليه الشخص اللي هو مدخن ده فأنت معلكش اسم إذا كنت بتضطري في بعض الأحيان أن أنت تعود جنب زوجك وهو مدخن لا أنت معلكش اسم بس تجنب ده عشان صحتك وعشان ما تتضرريش بده نعم أستاذ نعمة من القاهرة تتفضل سلام عليكم وعليكم سلام ربنا يجعلك من أحباي لو رحمه يا رب يا رب العالمين بص حضرتك دلوقتي في مشكلة عندي مش عارفة هل صحة ولا غلط تفضلي أنا عندي أولاد أخويا يتامة مم فربنا يعني رزقني أنا وجوزي وبدأنا نديهم مبلغ كل شهر من سنين من هذا قبل فلما تلاهنا معاشات المعاشات قليلة طيب وأنا ما عنديش حاجة طلع عليها زكا لكن أنا بقيت أقول يا رب ده زكا وصدقة واللي تحسب يا رب طيب فجيت عييت كل الأمراض ربنا رزقني بها وبقول الحمد لله على كل شيء فما قدرتش سوم السنة اللي فاتت فقدرت قطعن طعام لكن السنة دي ما عنديش إمكانية قطعن طعام فقلت يا رب الفلوس دي اللي بهابها لولاد أخويا اجعلها بدل آآ الإفطار بتاعي آآ بتاع شهر رمضان هان ربنا هيقبل ده طيب إبقى أنت تديت لهم فلوس ونويتي قبل ما تديهم الفلوس نويتي وقبل ما تديهم الفلوس إن الفلوس دي بدل أنت دلوقتي الدكتور قالك ما تصوميش خالص أو الحاجة آآ إن عندي يعني كلا وعندي قلب وعندي حاجة كتير ربنا يديك الصحة ويجمعلك من تمام الأجر والعافية حاج نعمة وإن شاء الله يديهم عليك النعمة لكن هو قالك ما تصوميش تاني خالص آآ بدوخوا بقى وبيجيلوا غيبوبة وحاجات كتير ربنا يديك الصحة يا رب وإن شاء الله ربنا يعرف عنك يا رب العالمين ربنا يكرمك خليت الفلوس بقى فأنتي تطلع عشرين جنيه عن كل يوم فالعشرين جنيه دولة بقى مستمائة جنيه فطلعت الستمائة جنيه فديتهم لولاد أخوكي وإنتي أصدر لأنا قلت ألف وخمسمائة جنيه على ثلاث شهور مثلا ماشي وإنتي نويتي بدأ أن أنت تديهم الفلوس ده بنية الإطعام بنية الفدية عن الأيام اللي أنت مش هتتدرد سمية آآ بتقولي ده صح ولا ده صح؟ آآ إن شاء الله صحيحة ومقبولة إن شاء الله إذا كانوا هم محتاجين وإذا كانوا هم يحتاجون إلى ده فإن شاء الله أنت عملت الصحيحة وإن شاء الله ربنا يجعلك السواب إن شاء الله العظيم بذلك أستاذة زينة بتتفضل؟ أيوة باش تفضل 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 سلام عليكم أنا عايزة أسأل حضرتك بالنسبة لسؤال الصدقة الجريحة أيوة سي الصدقة الجريحة اللي هي ممتدة بعد يعني تتعامل على حياة العين وتكون رعها لبعد الوفاء يعني طيب لو مبلغ كبير ولا كلام زي كده لو أن أنا خصصت مثلا مبلغ لمشيخة الأظهر أنا طبيعي بدفع يعني تباعا كده على الشهور مصر الخير مؤسسة مش عارفة إيه الحاجات دي كلها المستشفىات الكلام ده مبلغ برضو معقولة كبيرة من صغير بس لو أنا عايزة أعمل صدقة كبيرة كبيرة هل لازم أكون أروح المكان نفسه مثلا وليكون الأظهر أو مستشفى 57 أو حاجة زي كده وأحددها بنفسي ولا إيه؟ ده عايزة أتأكد من هذا السؤال يعني أنت بتقولي أنت عشان أنت لو عايزة تعمل صدقة جارية أنت بتقولي أنا لازم أروح وأتأكد من ده بنفسي أعيز عن نفسي وعن والدتي الله يرحمها وأبوها ولا يكفي أن أنا أدي الفلوس دي للجهة اللي أنا أديها لها وده يكفي عن طريق البنك زي ما باتفع مثلا يعني خمسة عشر سبعة تسعة كلام من اللي إحنا بنتفعه إيه كده يعني اتباعا يعني كل شيء بذكاء أو صدقة عامة أنا مش بعرف أدققها تماما بشور العربية طيب طيب سيدي إحنا دلاتي من تكلم عن الصدقة مش من تكلم عن الزكاة لا والله ساعد بطلقبت في الزكاة فأنا بكملها صدقة بقى بكملها باتفع وخلاص طيب بغض النظر بوس خلينا أقولك إداع المال أو إعطاء المال لهذه المؤسسات بنية بنية الزكاة أو بنية الصدقة بتقع وبتوصل وبيحصل الثواب المرجو منه سواء كان إبراء الزم في الزكاة أو أن تكون دي صدقة جارية إن شاء الله لولدتك أو إن شاء الله لحضرتك فإذا فيبقى دوت بيوصل إن شاء الله دوت لأن هذه المؤسسات تقوم بدور النيابة والوكالة عنك في تحصيل هذا المال وإعطاءه للفقراء فده يجوز ويساح إن شاء الله يا سيدة إحنا النهاردة فتحنا باب يا رب كل الناس تعتقد ده وتريح بالها شوية ممكن نهدى شوية ممكن نهدى لأن مستقبلنا بإيد ربنا ممكن نهدى لأن مستقبلنا معلوم وممهد مستقبلنا دوت كل بنوء بكل البركة اللي فيه من عند الكريم سبحانه وتعالى فما بقى لكم بمستقبل من عند الكريم خليكم محسين إن مستقبلكم معلوم مش مجهول وإن مستقبلكم مش مليان مخاطر لا مستقبلكم ممهد لأن ربنا هو اللي قام على هذا المستقبل وتعالوا ندعي وإحنا في العشر في الأيام العشر في الليالي العشر نبتدي ندعي في كل يوم تعالوا ندعي ونقول يا من قلبي بيدك أكتب فؤادي في دوان أهل الوداد لديك وارزقني في هذه الليلة قلبا لا يعرف إلا النظر بك وإليك وبصيرة من نورك تأخذني لأسكن في حضرة الأنس بدوام الإقبال عليك تعالوا نقول للدعاء تاني نقول لمولانا وإحنا قلبنا مليئة اقبال عليه يا من قلبي بيدك أكتب فؤادي في دوان أهل الود لديك وارزقني في هذه الليلة قلبا لا يعرف إلا النظر بك وإليك وبصيرة من نورك تأخذني لأسكن في حضرة الأنس بدوام الإقبال عليك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة